احلى معلومة ممكن تسمحها النهاردة هل كوباية ميا دفي على الريق بيتخسس وبتسيح الدهون وخصوصا دهون البطن طبعا في الاول انا بحب جدا اشكر ووجه احلى تحية مني وسلام وتأدير واحترام لمخترع هذه المعلومة واللي اعتقد انا شخصيا انه هو اكتشفها واختراحها وهو في المطبخ بيخسل الموعين وكان ماسك حلة فيها دهون وقال لك انظف الدهون فاعر حلة ازاي ففتح الميا السخنة لقى الدهون بالسيح فقال لك اللهم صلى عن نبي ما انا كده ممكن اشرب بقى ميا سخنة او دافية وسيح بيها دهون الجسم وخاصة دهون كرشي طبعا انا كان نفس الخيال الكارتوني ده يبقى حقيقة مفيش حاجة اسمها كده ودي معلومة غلط فغلط وخليني اشرح لك بالعلم ازاي وفي اخر الفيديو هقولك ايه هي الميا اللي فعلا ممكن تساعدك على التخصيص اول حاجة الميا الدافية او السخنة دي اللي حضرتك او حضرتك بتشربوها على الريق اول حاجة بتنزل المعدة ومن المعدة الى الامعاء ومن الامعاء بتروح للكبد ومن الكبد الى القلب ومن القلب الى سائر انسكت الجسم بما فيها النسيج الدهني يعني اول حاجة كده فهمنا ان ما فيش اي connection او اتصال مباشر بين الميا السخنة وكرشي حضرتك نهائيا تاني صدمة وهي ان الميا الدافية او السخنة اللي حضرتك بتشربها دي اول ما بتخش جوه جسمك جسمك بيعادل حرارتها مباشرة وبتبقى زيها زي الميا العادية يبقى اذا معلومة الميا الدافية بتخصص دي غلط في غلط اما الايه بقى فعلا اللي بينزل الدهول وبسيح الكرش ببساطة ضاية صحي في كل العناصر الغذائية اللي جسمك محتاجها بيكون متفصل على حسب سنك ووزنك وطولك وحرقك وحالة حضرتك الصحية ده لو حضرتك متابع مع اخصائي تخزية علاجية كده انا منطمن عليك اما لو كنت ماشي لوحدك فهو برضو ضايت صحي ونوم جيد والرياضة بسيطة او اي حركة بس كده طيب عايزك كبير او عايز نصدمك فعلا عكس معلومة الميا الدافية او السخنة هو الصح يعني ايه هبسطها لك وهديك مثال بسيط يعني لو انا جيت النهاردة وجبت نص لتر ميا سقعة او متلجة دي درجة حرارتها بتبقى حوالي صفر طرق سليزية وقم تشارب الميا السقعة دي عارف ايه اللي ممكن يحصل في جسمك جسمك ساعتها هيستهلك حوالي من 15 ل 20 سعر حراري عشان يرفع درجة حرارة الميا السقعة او المتلجة دي من صفر درجة سليزية الى درجة حرارة جسمي اللي هي حوالي 37 درجة سليزية معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان جسمك لما حضرتك بتشرب ميا سقعة او متلجة بيستهلك سعرات حرارية اضافية زيادة بعكس الميا الدفية جسمك ما بيستهلكش ساعتها اي طاقة وهديكم مثالي اوضح المعلومة ببساطة انا لما اكون بعمل ضير بحب الميا بتاعتي اثناء اليوم تكون متلجة او سقعة وده بيخلي جسمي بيزود معدل حرقه حوالي من 70 ل 80 سعر حراري يعني في الشهر حوالي من 2100 ل 2400 سعر حراري انا اولى بيهم يا عم الحج يعني لو انت ماشي على ضيق صحي والنوم جيد ممكن فعلا تنزل كل 3-4 شهور كيلو زيادة بس لمجرد ان الميا اللي بتشربها في اليوم ميا سقعة او متلجة يبقى خلاصة حلقة النهاردة عشان تفهم البساطة وماتتوش مني واحد دكتور الميا الدفية او السخنة بتخسس لأ دي معلومة غلط فغلط اتنين طيب الميا السقعة بقى والمتلجة بتخسس لأ بس هي بتزود من معدل حرقك يعني لو ماشي على ضيق صح يبقى الميا السقعة هتساعدك ثلاثة يعني يا دكتور وانا ماشي او انا ماشي على ضيق لازم اشرب ميا سقعة او متلجة لأ مش لازم اشرب الميا يا سيدي بدرجة حرارة الغرفة او سقعة المهم في الحوار كله انك تشرب من اتنين لتلاتة لتر ميا متوزعين على مدار اليوم المسؤول عن نزولك في الوزن ونسف دهون كرشك هو الضيط اللي حضرتك ماشي عليه مش درجة حرارة الميا يا سيد الفاضل وللأسف الشديد معلومة الميا الدافية دي موجودة على صفحات فيها ملايين المتابعين وللأسف كمان ان في ناس مصدق الكلام ده والأسف الأكبر ان في ناس سيضلق او اطباء بتنشر المعلومات دي فنتحرط دقة ارجوكم عرفوني بقى تحت في التعليقات مين فيكم كان مصدق معلومة الميا الدافية دي وبس كده اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وبعد عنا شر الكبر والرياء يا رب العالمين دمتم بصحة وخير كان معكم دكتور ضياء الدين واشوفكم الحلقة الجاي السلام عليكم